في زمن الحرب لبّينا النداء وعلى جدران ساحات الظلم كتبنا شعار يوم كلّ فيه الوفاء كنا لكم أوفياء طلاباً كنا وفي الاستشهاد أحياء سقينا تراب لبنان أنقى الدماء وانتهى زمن الحرب وانتهى زمن الحرب اندثرت الغيوم وصفيت السماء وخرج المارد المتمرد من الاعتقال وحلى فينا الرجاء إن كان الله معنا فمن علينا والله معنا وسمع الدعاء وها أنت يا يوم الطالب تطلو سنة بعد سنة تروي مسيرتنا عنفواناً وصلابة شراباً ألذى من الماء طلاب القضية شعارنا تدعونا فنلبي النداء فافرحوا فينا يا أهل الأرض وهللوا لنا أيها الشهداء حضرة رئيس حزب الكوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع رفقاتي رفائي صبايا وشباب دائرة الجنوب دائرة المتن بيروت دائرة الشمال دائرة بعبدة شوف علي دائرة كسروان وشبال صبايا وشباب دائرة الجامعات الفرانكوفونية دائرة الجامعة اللبنانية دائرة الجامعات الأمريكية هيدا تاريخنا حاضرنا دائرة البقاع دائرة البقاع هيدا تاريخنا حاضرنا وراح يكون مستقبلنا خلقنا مشرقيين واختارنا الرب أنه نكون لبنانيين مسيحيين ووطنيين هالهوية مع كل ما بتحمل من ثقافة تراث وحضارة هي قادرنا ومسؤولية كبيرة علينا إنه نحافظ عليها وبخاصة في هذه الأيام البائسة مش هيدا وصية بترك الاستقلال التاني طويل بعمره مار نصر الله بتروس السفير لقلنا تاريخنا أماني لقلنا ولولادنا كرميل هيك قررنا السنة كمصلحة نوسق هالتاريخ ونشتغل على وسائق منعرض فيه لأول مرة تاريخ مصلح الطلاب القوات اللبنانية من التأسيس حتى اليوم ورسالتي لأقلكن إنه تحضروه لأنه إذا قررت تقضي على شعب نسي تاريخه وصدقوني أول شعور بينتابكن إنه قد ما تعرفوا تسمعوا عن تاريخ المصلحة بيبقى اللي بتعرفوه قليل رفقاتي رفاقية من بعد حملة مكافحة المخدرات اللي اشتغلت عليها مصلحة الطلاب بالفترة الماضية تبنينا السنة خلال المؤتمر العام قضية جديدة يلي هي ملف التربية وقدرنا لليوم نشتغل على ثلاث مراسيم لأدخل مفهوم السلام المرورية الرياضة والبيئة ببعضهم النظر والتطبيق بالمناهج المدرسية اشتبعنا مع أغلبية الجمعيات المدنية والخطوة التالية جولي على كيفة الوزراء والمسؤولين المعنيين بهيدا الملف متل ما دايما عودتكم مصلحة الطلاب رح ندل سهرانين على هيدا الملف حتى نوصل لكيفة الأهداف رفقاتي رفاقية اليوم متل ما كل شايف إنه عنوان المرحلة سقط الكنع إعلان النواية بيننا وبان التيار الوطني الحر يلي أسمر وصور رئيس جمهورية قوي أسمر أيضا عن كشف النواية السيئة اللي بيضمرها كل المدعين بالمرحلة السابقة على حرصهم على وحدة المسيحيين والمساء الوطني والوفاء طلعت القصة كلها اسمع تفرح جرب تحزن وهون بحب وجه أكتر من سؤال أولا للذكرى فقط لغير مش حزب القوات اللبنانية كان دايما المبادر بإعلان طروحات سباقة بناءة ومفصلية ويكون الجواب محاربة وإسقاط وتخوين كل الهدف من الحملات الإعلامية هو أنه يجربوا يزعزعوا إيمان مناصريننا بطروحاتنا فيا شباب متل ما ما زبطت معهم من قبل ما تخلوا شيء هز إيمانكم بالقضية ثانيا وينهم الدعمين لقانون انتخاب بيأمن أغلبية مسيحية بأصوات المسيحيين رح لكم وينهم عم بيشوفوا شو هو أكتر قانون بيضرب التمثيل المسيحي لا يعتمدوا ثالثا للي بنادب العيش المشترك وهو يلي ستف الخيم بوسط بيروت وعطل الحركة الاقتصادية وبتر إجروا إيد الحكومات لغياب أحد المكونات وينه العيش المشترك والميساء بالتمديد رغما عن إرادة المسيحيين رابعا لكل يلي شككوا بالوفاء بين القوات والتيار قريبين كانوا أو بعيدين واعتبروا مصلحة شخصية أو اتفاق غير استراتيجي أو لقاء ظرف عابر بسألهم رئيس جمهورية قوي حكومة المسيحيين فيها لهم تقل وازن منهم معارك ناشحة بحرب استرداد الحقوق واليوم معركة قانون الانتخاب بالظروف اللي عم تنخاط فيها من أقرب معركة لإكمال مسيرة استرداد الحقوق حركة سياسية بالبلد مش أحسن من جمود ديم حوالي ثلاث سنين وليلي راهنوا أنه بإدارة أو نقابة أو بلدية أو مخترة الوفاء بينهزوا بيسقط وهو ومع جماعته على مبادئهم سابتون جوابه إله نحنا كمان على مبادئنا سابتون وزيادة عن هيك من قريتنا السياسية والاستراتيجية صائبون أما الجواب على كل هالأسئلة هو التالي صحيح أنه بيتطلب زمننا اليوم أنه لنكون ملنظمين ونشتغل بنطاق الدولي وبالقطر المزبوطة ونكون عم نشتغل تحت نطاق حزب مسجل بوزارة الداخلية إنما مش هيدا القوات اللبنانية القوات أكبر بكتير من حزب القوات قصة تاريخ ونضال وحرية القوات عيلة وأرض وبيت القوات نهج وفكر ومشروع القوات مسيرة عمر أكتر من 1400 سنة القوات نقطة زاد بكباية مي قد ما حاولوا يدوبوا هيدا نقطة المي إن كان بحرب أو تهجير أو بكم مقعد وزارة أو بقانون الانتخابات بآخر تنهار هيدا النقطة هترجع تفوش على وج المي كرميل هيك كرميل هيك حكيم بإسم الصبايا والشباب بمصلح الطلاب القوات اللبنانية بقلك أردودوكسي أو مختلط نسبة أو أكتري ستين أو مية وعشرين مع ويفاء بلا ويفاء مع حلفاء أو بلا حلفاء نحن ضد التمديد ونحن مع التجديد حكيم نحن للانتخابات جاهزون تحت أي قانون إن شاء الله منتصرون في سبيل قضية الكوات في كل الظروف عاملون بكيادتكم الحكيمة واسكون فاليحيا فاليحيا شهداء مصلح الطلاب رمزة إيراني بيير بولوس توني داو عشتم عشة كروات اللبنانية يحيا لبنان